ابن القيم زمان كان يقول إلى أنه الإنسان ممكن في الدقيقة الواحدة أن يتغير من نفس مطمئنة إلى نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة ممكن في الدقيقة الواحدة كما في كتابه إغاثة الله فان وذكر على هذا مثالا يقول أنه فيه شاب راح الحرم مكة ألان هذه أي نوع من النفس؟ نفس مطمئنة لأنه راح الحرم يبغي يطوفي يصلي فبدأ يطوف وهو في الكعب يقول اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وأنت الله الرؤوف الرحيم يطوف حول الكعب اللهم إن هذا البيت بيتك والأمن أمن فوجد امرأة ذات قوام وجمال وحدة كانت يعني كاشف وجهها وجميلة وفيها قوام فعلق بصره بها ترك الذكر وعبادة لحنا تحول إلى فين؟ تحول إلى نفسي إيش؟ أمارة بالسوء الخطوة الثالثة التي حصلت له أنه تعلق بها فعلق لسانه فأخذ ينظر فيه يقول الله من هذا البيت بيتك والحرم حرمك بدل ما يروح إلى الكعب اللي يعني سأل الله من هذا البيت بيتك راح للمرأة يقول لا الله من هذا البيت بيتك والحرم حرمك وأنت نسي خلاص علق لسانه بعدين انتبه انتبه من هذه الغفلة أو هذه السكرة انه كان فيه مطمئنة راح الآن إلى لوامة أو أمارة بالسوء بدأ يلوم نفسه فقال أبياتا من الشعر ما كنت أحسب أن الحب يعرض لي عند الطوافي ببيت الله ذي السطوري حتى بتليت فصار القلب مختبلا من حب حورية يعني جارية حوراءك القمري يا ليتني لم أكن عاينت صورتها يا ويحي مما توخاني به بصري شوفوا يعني واحد في الحرم خلال دقيقتين من مطمئنة إلى أمارة بالسوء إلى لوامة طب ما بالو نحن أيضا مع الجوالات قاعد يحصل معنا نفس الآلية واحد في المسجد وكويس راح إلى سيارته ولو هو في الطريق والله قاعد يشوف شيء خطأ يعني وإيش اللي حصل دقائق معدودة قاعد ينقلب والعكس صحيح ممكن الإنسان يستثمر يستثمر ويا ما أناس بالمناسبة أنت ممكن تغيب عنه ستة شهور سبعة شهور فيتجده إنسان آخر شوف ما سافر برة ما راح أوروبا فتعلم لغة الإنجليزية ما راح والله بعض الدول ليأخذ منها ثقافات أبدا اعتكف مثلا على الإنترنت وزود نفسه بالعلوم والمعارف فتلاقيه بعد فترة يتقن اللغة الإنجليزية يتكلم ربما تركية ونحن نقول بالعام يرطن في بعض الأشياء ما السبب في ذلك؟ اعتكف على مجموعة من الأعمال فغيرت واقعه تغير تماما تبرمج من حال إلى حال آخر ترجمة نانسي قنقر